وصلت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بالتعاون مع الجهاز الوطني للإرادات تكثيف الحملات التفتيشية على المحلات والمنشآت التجارية استمرارا للجهود المبذولة منذ تطبيق قانون تعديل نسبة القيمة المضافة مطلع العام 2022 حيث تم تفتيش 40 محلا ومنشآت تجارية في مختلف محافظات مملكة البحرين وذلك الإطلاع على ابتثال المنشآت التجارية لتطبيق القيمة المضافة بنسبتها الأساسية المعدلة ونشر الوعي بالأليات الواجب اتباعها على النحو الذي يكفل مصلحة المستهلكين بشكل رئيس وأسفرت الحملات التفتيشية عن رصد 36 مخالفة تستوجب فرض الغرامات الإدارية التي قد تصل إلى 10 ألاف دينار بحرني وفقا لقانون القيمة المضافة إلى جانب رصد بعض الحالات التي قد تعد من حالات التهرب من القيمة المضافة والتي استوجبت غلق محل واحد تحفظيا وأبنان علي فإن الجهاز الوطني للإرادات بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المنشآت المخالفة وإحالة من يثبت ارتكابه لأحد جرائم التهرب من القيمة المضافة إلى الجهات المختصة لتحريك الدعوة الجنائية في مواجهته ترجمة نانسي قنقر